اشتركوا في القناة وما تعمل رياضة وليلك نهار عادي جدا ولكن للأسف أنه ممكن في لحظة واحدة تصاب بمرض مزمن مش رح ترجع أبدا زي ما كنت الموضوع عامل زي الجبل الجليدي أنت يظهر لك فقط الجزء الواضح لكن ما خافي أعظم فما دمنا الآن في الراحة خلينا نحط بعض القواعد اللي في متناول الجميع تخلينا نحافظوا على صيحتنا اللي هي وقودنا في الحياة أول حاجة هو الغذاء بلا ما نقول لك أنه الدراسات قالت يكون اليوم لي معلبلوش أنه الغذاء سبب رئيسي في العديد من الأمراض وحتى نبسطها خلاها حاول تتجنب الأكل السريع الفاست فود والمقلع لقد ما تقدر السكريات بأنواعها القاطو أي حاجة فيها نسبة عالية من السكريات تجنبها ثالث حاجة المعلبات حاول تنقص منها على قد ما تقدر الموضوع ولف برك لو تولف روحك بلا سكر اللسانك ترجع له الحساسية فيرجع يسطعم الماكلة عادي جدا والموضوع ليس موضوع صحة برك ولكن لما تشوف أن قوة الإرادة لدى الإنسان مرتبطة ارتباط وثيق بنسبة الجلوكوز في الجسم يعني لو تكون نسبة الجلوكوز لجيم السكريات بطيئة تحلو العالية في الجسم تكون عندك قوة إرادة لكن لو مثلا أنت ما تفطرش فرح تصبح عرضة أكثر أنك تستسلم لأي إغراء لأنه ما فيش جلوكوز فأرجوك كول حتى ثلاث كعبة تمرق بالمطروح وهنا يقولك ابتعد عن السكريات سريعة التحلو اللي في الجوي والقاطولي أنها راح تذرك ومش راح تفيدك نفس الشيء مع الماء حاول تشرب على الأقل إطرة ونص يوميا الموضوع ممكن يكون بديهي جدا لكن معظمنا ينتظر حتى يشعر بالعطش سمحني بلكك صايم ونعطش فيك بهي يروح يشرب وهذا خطأ الشعور بالعطش يعني أن الجسم في حالة جفاف فلازم تشرب قبل ما تعتش وقرع عن فوائد الماء والمشاكل الرهيبة اللي يعملها لو الكرة الإنسان نقص من الماء ثاني حاجة هو النوم نفس الموضوع لما تكلمنا في الغذاء وعلاقة الجلوكوز بالإرادة لو ما أخذت قسط كافي من النوم في الليل راح يأثر مباشرة على قوة إرادتك فكفى إدمان للصهر خاصة نحن لجون يتبلك أنه عادي يخلص تصهر وما كان حتى أعراض جانبية ولكن هذه الأعراض راح تظهر على المدى البعيد قاعدة في الصحة كل ما تستثمر أكثر في صحتك وانت شاب كل ما تخدمك أكثر في الكبر وأهم نقطة في موضوع النوم أنه غالبا لو تصهر راح تضيع صلاة الفجر وبلا ما نقولك أنه تأخير الصلاة عن وقتها بدون سبب من الكبائر فلو نختصر موضوع النوم جرب تحصل على سبع ساعات نوم يوميا ونوض بكري صدقني ساعات صباح الأولى يكون فيها التركيز في أعلى مستواه وذهنك يكون صافي تقدر تعمل فيها العديد من الأشياء بتركيز أكبر ثالث نقطة وهي الرياضة قبل أسبوع كنت نتفرش في فيديو تشخص عمره في السبعينات مدمن على الرياضة من وجهه وجسمه تعطيه 55 سنة كأقصى تقدير ما عنده ولا مرض لما سقساوه أنت علش ما تمرضش قالهم أنا لو ما أتمرن أمرض فأرجوك ما تخلي هالشيء ثانوي أو مثلا لما تنشغل بالدراسة وللعمل تتوقف وتنساها لأنه حتى الرياضة راح تساعد العقل على الاسترخاء والتركيز عندها فوائد أيضا في هذا الجانب لكن المشكلة أنه معظمنا يبدأ الرياضة بعد يفشل الحل تحق أنه تدخل مع مجموعة مع قروب لماذا صديق واحد مبدمن للرياضة؟ في الأول بركة ستكون ثقيلة لكن مع الوقت ستولي تنتظر اللحظة التي ستعون تريني فيها وجرب الموضوع فكان هذا مثلث الصحة باختصار شديد أعطيتك نقاط واضحة فاتخذ قرار أنك تبدأ اليوم وصحف توركم والسلام عليكم ورحمة الله